تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من تعليق على قبر شبه اليومية عنا في قناتي على يوتيوب سيدي بي سبورت حلقة اليوم بنحكي فيها عن ويلفر هامتون اللي يوم أمس وصل نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليؤكد أنه أجمل مفاجأة بالدور الإنجليزي أداءه في الدوري وأداءه في الكأس الفريق عم بيقدم موسم ممتاز للغاية هذا الفريق في خلفه مشروع ممكن يغير شكل كرة القدم اللي بنعرفها أو علاقات كرة القدم اللي بنعرفها اللي حصل قبل عامي أنه هذا النادي بإدارته الجديدة ومولكيته الجديدة ذهبوا لأخور خيميندز وكيل الأعمال بورتغال الشهية حكولوا بدنا نشتغل مع بعض فأعطاهم فكرة بسيطة أنه أنا بجيب لكم اللاعبين معظمهم ولاعبين أصلا ما بتحلموا يوافقوا يحكوا معكم وبعدين بتشتروهم وبيحهم بإنجلترا وبرتفع قيمتهم ونرجع نبيحهم مرة أخرى وبالتالي هذا اللي بدأت القطبة فرح جاب لعبين لعبين دوري أبطال وخلاهم يلعبوا بدرجة ثانية دوري إنجليزي فتأهلوا بسهولة على الدرجة الممتازة زي ما شفنا بموسم موحد الآن عم بقدموا أداء مذهل وين المشكلة صارت؟ المشكلة صارت أنه في لعب زي روبين نيبس مستوى مستوى كثير أكبر من اسم والبرهابتون الطبيعي في أكثر من لعب مستوهم أكبر وين المشكلة بتصير معنا في كرة القدم أو تغيير شكل كرة القدم؟ بكرة أي مالك جديد بيجي هيروح على وكيل أعمال زي مندز أو رايولا بيوم ويومين بصير عنده فريق من لاشئ يعني ممكن يجي حدا بكرة يشتري نادي زي إيبار في إسبانيا ويروح جايب له أحسن 15 لاعب إنه هو بملك لاعبين كثير في إسبانيا بروح جايب له أحسن 15 لاعب مش مع مدريد وبرشلولا بيلعبهم معهم فباليوم الثالث بينافس أتلاتكم مدريد فشغل أتلاتكم مدريد 10 سنوات بيختل عشان وكيل والمشكلة الأخرى إنه في شبكة وكلاء مخفية يعني مش كلهم مسجلين بورفر هامتون بورتغاليين مسجلين على مندز مسجلين على وكلاء أعمال آخرين بس هم فعليا مع مندز لكن عشان مندز يتجنب بعض القوانين مثل الضرائب والاحتكار والكوتة اللي مسموح له فيها يسجل اللاعبين عمل هذه الشبكة هذا معناه إنه العلاقات بين الأندية اسم الأندية تاريخ الأندية أهمية النادي في كرة القدم بطلها معنى لأنه وكيل الأعمال هو اللي بوجه اللاعب بشكل أوبي آخر فتخوف على شكل كرة القدم جديدة بس بنفس الوقت مثالي كويس لأنهما هذا مندز عمل نفس التجربة مع موناكو زمان بس الفرق رأى على مستوى السوبرستارز يعني راح جاب فالكاو مندز موتينيو آسف في خيمس موتينيو فرح جاب هدولة الثلاثة فكان لفل مختلف في الآن وضع آخر لعبين شباب معظمهم مش مشهورين بس أداءهم بالبرتغال كان مدهن فلما جابهم على دور الإنجليزي بيّن أوف شو هذا مستوى عالي جدا المدرب حتى معه إذن شكل جديد لكرة القدم لو نجح فيه مندز ممكن كل وكلاء الأعمال غيروا آلية عملهم بطلوا يشتغلوا باللاعب والكوميشن اللاعب لا يا أخي هذا فريق واحد انت مش بس بتاخد كوميشن على نجلة عشرين لاعب ولا خمسة عشر لاعب انت بترفع قيمتهم السوقية كلهم بمكان معين بدور كبير زي دور الإنجليزي وبترجع تبيحهم وممكن يكون لك نسب حتى أرباح من كل بيعة فبتكون فريق واحد يزبط معك أحسن لك من شغلك كله فاحتمال يتغير اسلوب وكلاء الأعمال يعني انت عم تسمح لهم بهذه الشغلة يصيروا عدوانيين أكثر راغبين أكثر يسيطروا في كورة القدم برغم انه الرغبة الطبيعية للبشر والأندية انهم لا ترجع سيطرتهم مش تزيد بس الواضح انه مندز وولفرهامتون ممكن يزيدوا سيطرتوا قوة وكلاء الأعمال يصيروا أخوة من أندي